لحظات من الإثارة والتشويق رح يكون محبي كرة القدمة الآسيوية على موعد معاها بكرة مع انطلاق بطولة كأس آسيا 20-23 في قطر للمرة الثالثة البطولة هذه من نسخة 18 رح تستمر لغاية 10 فبراير ورح تقام خلالها 51 مباراة في 9 ملاعب مختلفة ورح يشارك في البطولة 24 منتخب وبكرة رح تكون المباراة الأولى بين منتخبي لبنان وقطر المضيف وحامل اللقب على استاد لوسيل وكان الاتحاد الأسيوي نشر صورة للكرة اللي رح تستخدم في البطولة واللي صممت لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة مثل ما قال الاتحاد وكمان كان نشر صورة الكرة اللي رح تكون في المباراة النهائية في العاشر من فبراير واللي تميزت باللون الذهبي نسبة لصحراء قطر والبطولة هذه الدورة بتشهد الكثير من التفاصيل اللي بنشوفها لأول مرة خلينا نتعرف عليها أكثر ونعرف الأجواء أكثر وخلينا ننتقل الآن إلى الدوحة مع مراسل العربية نايف الثقيل أهلا فيك معنا نايف نورنا من الدوحة أهلا يا سارة أهلا يا سارة أنت دائما نورتنا من الاستوديو الله يخليك نايف حكي لي هذه الدورة بيقولوا فيها كتير أشياء حتكون هي الأولى طبعا سارة بالتأكيد أنه لأول مرة في تاريخ كاس آسيا تقام دورة في ملاعب منديالية وتجربة منديالية نحن نعيش الآن تجربة ثانية بعد المنديال الاستعدادات بالشكل كامل مكتملة سواء على الملاعب الرسمية أو ملاعب التديب وحتى على صعيد المنتخبات خليني أتحدث معك عن المكان الذي أنا موجود فيه الآن أنا موجود الآن في درب الوسيل طبعا هذا الدرب الوسيل لهذاك خاصة عند السعوديين هنا احتفل السعوديين بعد الفوز على منتخب الأرجنتين الوضع مختلف هذه لازم تقولها كاملة وقتها يعني فوزنا على منتخب الأرجنتين وكان في مسي وكان فوزنا لازم تعيدها تاني تذكرنا فيها أنا تشوفي سارة أنا دائما أقول اللي حضر مباراة الأرجنتين واحتفال مباراة الأرجنتين بالنسبة لها خلاص بعدها معادي يسعد أي شيء ثاني فأنا محظوظ أني من الأشخاص اللي عاشوا اللحظة في الملعب وعشت اللحظة في الاحتفالات في المكان هذا سارة قبل أكثر من سنة هنا سارة الآن كل دولة من الدول الـ 24 اللي مشاركة في البطولة لها معرض خاص فيها تعرض أشياءها الخاصة تعرض أشياءها التراثي وفيه إقبال كبير خليني أتجول معك بالكاميرا نحن الآن من أمام المعرض السعودي هذا المعرض السعودي عليه إقبال نحن اليوم ليلة البطولة ولكن مثل ما تشوفين العدد الحضور كبير جدا هنا طبعا اليسار مجموعة الفرقة البحرانية من التجهين للمعرض الخاص فيهم طبعا سارة هيكون هنا مكان جميل في حفلات غنائية تراثية في حفلات خاصة بكل دولة طبعا لو تلاحظين هنا الجمل دائما يجذب الأطفال فهو أكثر شيء الأطفال يتجهون له في المعرض السعودية طبعا شوفي سارة هم موقفين الأمن تدوين ليش لأنه كل الأطفال يبرون يركبون على الجمل تخيل لما يجي الوقت اللي الأمن بيحمي الجمل يعني الأمن بيحمي الجمل من الأطفال هو عشان ما ينكسب التمثال هو بس يخليهم يلمسونه بس أي طفل يحاول يركب شوفي الطفلة هذه قاعدة تحاول تركب شوفيك تستغل غفلة الأمن حبيبتي شوفي البنات كيف عندهم إصرار وعزيمة هي مهم مثل الأطفال لا مو بإصرار وعزيمة توقع أنها عناد يا سارة عنيدات البنات شوي الأطفال الأولاد يسمعون الكلام بس البنات لا يا سلام طيب يا نايف حمشي لك هي طيب طبعا هنا عمنا من الحسا قاعد يسوي مشغولات يدوية إذا فيه وقت نكلم أهل كلم معايا حالا بالحسا وأهلها كلهم تشروح النوع وش قاعد تسوي والله هذه قاعدة سوي زي السفرة أو جفير يعني تجي تجاهين سفرة أو جفير يعني نسمونا أنتو سلة نسمي جفير طيب كم لك سنة في المجال هذا أكثر من 20 سنة وكيف شايف إقبال الأجانب على المشغولات اليدوية هذا والله الأجانب أول أكثر أحين شوية قير بس مع البداية البطولة يمكن يزيدون أكثر ممكن إي بس أول الأجانب ما شاء الله في السعودية وبالدوحة أنا اشتغلت بالداخل خمس سنوات في سوق واقف ما شاء الله أهم شي يا عم حسين هالصنع ذي ما تخليها لا 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 إن شاء الله وعيالك معك مثلك ولا لا والله العيال لا تعرف كل واحد مسك وظيفة هو نعزم تصنع لك جيل ثاني إن شاء الله زي الكورة أجيال أحنا حريم ممكن 70-80% الرجال ممكن 20% الشقالي يلا يا ساوة شكرا لعمل تفوقت علينا يا ساوة في شيء خلاص هذا رد صاحق ما حقا اللي قلت قبل كده على موضوع التربية طيب والله قولي على الناس من مختلف الجنسيات كيف؟ والله سارة من كل الجنسيات سارة لو مثلا بنحكي عن التذاكر مبيعات التذاكر تاريخية أنا بخلي المصور يمشي بالكاميرا مبيعات التذاكر سارة تاريخية يعني اليوم باعوا 900 ألف تذكرة من مجموع مليون ونص قبل انطلاق البطول وهذا عدد تاريخي طبعا أكثر الدول اللي مبيعاتها اللي هي السعودية وقطر ومبارات الافتتاح والختام طبعا هنا أخواننا من الإمارات قاعدين يسخلون ويجهزون واضح أن الليلة بتكون جميلة طرابية أي وش بتغنون اليوم جلسة وش بتغنون أغاني طرابية إماراتية مثل إيش عند المغني آه تحية أنت بس يقاعي متها إن شاء الله بتبدون والله نخلص التجهيزات ونبلش إن شاء الله موفقين إن شاء الله موفقين سارة طبعا والله الأجواء جدا جميلة والإقبال كبير أنا ما كنت تتوقع صراحة أنه بيكون زحمة إلى هالدرجة والعدد قاعد يزيد أكثر وأكثر طبعا فكرة اللجنة المحلية سارة المنظمة كاس العالم كان فيه منطقة وحدة اللي هي فانزون السنة هذه لا اختلف الوضع صار فيه ممكن ست مناطق للفانزون من ضمنها المنطقة هذه اللي احنا فيها هي طبعا لأنه العدد بيكون كبير الموجود الملاعب ما تتسع لهذا العدد فيصير هناك مناطق إضافية يتوزعون فيها الجمهور بشكل عام هنا شوفي هذا معرض الإمارات وفيه إقبال كبير عليه وفيه كل دولة سارة فيه معرض خاص فيها فيها أزياءها الخاصة وفيها مشغولات أنت قبل شوية كنت عند الفرقة الفرقة فين كنت الفرقة الإماراتية أوكي عمانية أعتقد كانت ولا لا يا نايف كنت عند أو شوفت أنت طلعت أفضل مني صح عمانية والله أنا شوفت الملابس قلت أفضل مني بعدين رجعت راجعت نفسي والآن قلت لي رحلة عند الإمارات قلت يعني هو كلنا واحد الحمد لله يعني وإن شاء الله دائما يعني بس عشان مني وضح أنه أنه هناك كنا عند عمان والآن عند الإمارات طيب النايف أنت قلت لنا الأجواء ساوا تدرين تدرينه ش غلطتي إيه لا هو غلطة أني أنا تكلمت عن البنات فأنتي في قلبك شايلتها فتحاولين أستقعد لك حاسفيني عليها طيب نايف أحكي لي الآن عن البطولة نفسها فيه اهتمام كبير بموضوع التسلل والتغييرات اللي رح تصير فيه لأول مرة بالتأكيد سارة فيه التقنيات الحديثة مستخدمة تقنية الكورة الحديثة تقنية الفار حديثة فيه تقنيات جديدة مستخدمة في البطولة الملاعب سارة لها أكيد انعكاس على مستوى البطولة التنافس الكبير سارة منتخبات جديدة مثلا منتخب هونغ كونغ من 56 سنة ما شارك في كاس آسيا ففيه فيه أشياء جديدة وإضافة جميلة في بطولة كاس آسيا بتكون يعني إن شاء الله تنافسها ويكون مستواها الفني كبير إن شاء الله سارة جميل جدا نحن بنشكرك وطبعا العربية هيكون فيها برنامج خاص تغطية الكأس آسيا هتكون طبعا في المرمى ولكن نسخة خاصة لكأس آسيا هيبتدي غدا برضو الساعة 12 مساء بتوقيت السعودية ومن تقديم زميلنا طبعا بتال القوس حتكون أنت كمان معا وزميلنا فهد كمان معا يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق لكم جميعا كان معنا مراسل العربية نايف الثقيل شكرا لك